اشتركوا في القناة برمز نفس عدد المطشاط اللي تلعبت 26 مباراة ولكن ليه 56 نقطة في المركز الثاني والاهلي أقل مطشين لعب 24 مباراة برصيد 51 نقطة في المركز الثالث حتى وانت مش في أحسن حالتك مازال عندك القدرة على المنافسة وبإذن الله عندك فرصة في تحقيق وأحراز لقب بطولة الدوري اللي غاب عنا لموسم واحد بس لكن عندنا القدرة على الاستعادة يتبقلنا 10 مطشاط بتلاتين بونت هم دول اللي احنا بنشتغل عليهم وهم دول اللي احنا نتمنى ان رجالاتنا يكونوا نجحين في تحقيق 3 نقاط في العشر مطشاط يوصلونا للنقطة 81 وده الهدف لان ان شاء الله طبعا يعني الفارق دلوقتي 3 نقاط بتفصلنا رقميا أو حسبيا عن نادي الزمالك نادي الزمالك عنده 60 نقطة فضله 8 مطشاط ب24 نقطة نتمنى انه يتعصر في مباراة او في اتنين تعادلين او خسارة بإذن الله في حال قدرتنا على تحقيق 30 نقطة نوصل لتحقيق لقب البطولة لانه بالمواجهات المباشرة وبفارق الاهداف الاثنين بيصبوا في مصلحة النادي الاهلي صاحب افضل هجوم واقوى خط هجوم في البطولة حتى اللحظة كلام كتير عن مطش النهاردة وتفاصيل كتير في السادسة بس بعد الفصل مطش المقصة النهاردة بشوفوا الحقيقة هو مطش المقاولين يوم السبت في خانة واحدة المطشين دول في منتهى الاهمية من حيث التوقيت مش من حيث بصرف النظر عن اعتبارات الأسماء المنافسة يعني المقصة طبعا الناس كلها عارفة انه مش افضل ما اسمعوا على الاطلاق ويكاد يكون اقرب واول الهبطين والمغادرين لدوري الممتاز رصيده 15 نقطة مقدم واحد من اسوأ المواسم يمكن ان اول ما ظهر مصر المقصة في الدوري من موسم 2010-2011 مقدمش نتائج ولا مستوى بهذا السوق يمكن يكون اسوأ موسم على الاطلاق وزي ما قلتلكم يمكن يكون ان لم تحدث المعجزة انا عارف انه ليس افضل 8 مطشات لكن في النهاية يعني مصر المقصة محتاج معجزة عشان يبقى في الدوري الممتاز في النهاية مش دي قصتنا قصتنا مطش المقصة والمقاولين ليه بقول عليهم اهم جولتين من العشر جولات المتبقية للنادي الاهلي لانه الحقيقة انت بتراهن على بش بس انك انت تكسب مطشاتك بتراهن كمان على انك انت تنتظر تعثر الزمالك اما في تعادلين او في خسارة مباراة في هذه الحالة تبقى فرصتك هي الاقرب فرصتك هي الاقوى لتحقيق اللقب انت عندك الشرط انك انت تجيب 30 بنت ده شرط مفوش تنازل يعني ما يفعش انك انت اتفرد في ولا نقطة وتحديدا في المطشين دول مطش المقصة ومطش المقاولين ليه المطشين دول ومش كل العشر العشر مطشات ليهم اهمية زيادة شوي لانه في الجولتين دول تحديدا ازا مالك بيلعب اثنين من اصعب مواجهاته يعني ازا مالك بكرة هيلعب مع فيوتشر مواجهة صعبة جدا فريق فيوتشر من الفرقة الفائقة جدا الموسم ده من الفرقة اللي عندها عناصر قوية جدا من الفرقة اللي بتلعب كورة محترمة جدا فبالتالي وارد جدا تعثر الزمالك أمام فيوتشر بكر والمواجهة اللي بعدها هتكون مع بيرمتز والاتنين بيت نفس يعني الاتنين فرقتين من ضمن السلاسي اللي بيتنافس على صدارة البطولة في المباراة كل واحد هيبقى عنده الدوافع انه يكسب تلات بونت ويعطل التاني الزمالك عايز يعطل بيرمتز ويبعده عن المنافسة وبيرمتز لو خسر مطش الزمالك يبعد قوي 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 وتضعف قوي فرصه في المنافسة على البطولة فبالتالي بيرمتز هيخش المباراة دي يقاتي ليها مقتول بلغة الكورة يعني مهم جدا بالنسباله انه يعطل الزمالك عشان يقدر يبع عنده فرصة حقيقية لتحقيق لقب هو الأول من نوعه في تاريخه كله ويمكن تكون الفرصة دي يعني اكبر فرصة خصلت من اول ما اسمعنا عن حاجة اسمها فريق اسمه بيرمتز وبالتالي فوز الاهلي في المباراتين دول مهم جدا عشان تفضل حالة المطاردة موجودة لقدر الله لقدر الله خسارة اي نقطة بتعادل او خسارة غير متوقعة قدام المقصة النهاردة او المقاولين يوم السبت تريح الى حد كبير جدا وتضيع تماما حالة التوتر اللي موجودة عند المنافس بتاعك سواء زمالك او بيرمتز ويحس انه هم عندهم اريحية او افضلية حتى لو تعصر في مباراة او تعادل في مباراة لن يؤسل ذلك على فرصة وخصوصا ان القدم بالنسباله اسهل عشان كده بقول مطش المقصة العشر مطشات في منتهى الاهمية يعني احنا التارجت بتاعنا اللي بنتكلم عليه هم 30 بنت عشر مطشات بتلاتين بنت نعمل اللي علينا ونسيب الباقي الحسابات يعني على ربنا لكن في النهاية مهم جدا الجولتين اللي جايين دولنا اجتحق العلامة الكاملة وتبني على اللي حصل في مباراة الجونة عشان تفضل في نفس حالة المطاردة فبالتالي يبقى داخل المطشات الصعبة الزمالك او بيرمتز داخلين مطشات الصعبة دي وهم تحت ضغط النهاردة البيرمتز هيواجه البنك الاهلي والاهلي هيواجه المقصة بكرا ان شاء الله الزمالك وفيوتش خلينا اتكلم حضراتكم شوية على طبعا القيمة التسويقية للفرقتين يعني الفارق شاسع يعني انت بتتكلم الحقيقة في ارقام كبيرة جدا مع كامل التأدير طبعا فريق مصر المقصة اللي يحسب ليه بالحقيقة انه واحد من التجارب اللي نوارت يعني خلينا نقول انه مصر المقصة فرقة مش من الفرقة اللي عندها تاريخ كبير لكنها في النهاية قدرت تحقق اللي محققتوش فرقة تانية كبيرة جدا وتحديدا ده كان خلال موسم 2017 اللي وصلوا فيه لان هما يكونوا وصيف الدوري الممتاز او حققوا في المركز التاني يعني في سابقة كانت الاولى من نوحة وطبعا في الموسم ده كان مصر مقصة يعني منور قوي وخصوصا تحت قياد طبعا كابتن ايهاب جلال وقدم واحد من افضل مواسم الحقيقة لكن لما بتكلم على قيمة تسويقية انت بتكلم عن الفارق بين قيمة تسويقية الفريق زي الاهلي بتكلم تقريبا في 32 مليون يورو في مقابل 3.5 مليون يورو هي القيمة التسويقية لفريق مصر المقص غيابات النهاردة كتير اولا عدد غيابات الفريق النهاردة وصل ل11 لعب ومنهم طبعا حضراتكم عارفين وامتابعين منهم اكتر من اس مؤدع الموسم ده يعني هنشوفهم ان شاء الله بإذن الله يرجعوننا بالسلام بداية من الموسم القادم عندنا طبعا محمد شريف عندنا عمر السلية عندنا طهر محمد طهر عندنا اكرم توفيه عندنا عمار حمدي عندنا عندنا غيابات بالجملة الحقيقة في مطش النهاردة وصلوا ل11 لعب برسيتاو مش موجود احمد نبيل كوكا عبد المنعم صلاح محسن بدر بنون طبعا كل دول اصاب بدر بنون مستبعد لاسباب فنية النهاردة بتشهد القائمة عودة المالي مرة تانية محمد محمود زياد طارق موجودين في قائمة النادي الاهلي والقائمة ضمت عدد من الاسماء هنشوفها مع حضراتكم مع الشاشة طبعا شناوي وعلي لطفي مصطفى شبير في حرص المرمى معاهم محمود متولي رامي ربيع ياسر إبراهيم حمدي فتحي حسام حسن وليد سليمان أيمن أشرف أليو ديانج محمد مجدي أفشة محمود وحيد علي معلول وكريم فؤاد ولويس مكسوني ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري ومعاهم زياد طارق التشكيل الأقرب يعني الاحتمال الأكبر لبداية مباراة النهاردة نشناوي في حرص المرمى يكون معاه في خط ظهره في الشمال علي معلول في القلب أيمن أشرف وياسر إبراهيم وفي اليمين كريم فؤاد خط النص واضح أنه مستر ريكاردو ممكن يبتدي بأليو ديانج مع حمدي فتحي مع ربيع وقدام هيكون أحمد عبدالقادر ومحمد بجدي أفشة ومعاهم حسام حسن ده كانت تشكيلة الأهلي المنتظرة في مباراة النهاردة ونتمنى لها طبعا كل التوفيق هنروح للفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل في السادسة دول هدفين الأهلي الموسم ده قبل مواجهة المقص ولينا وقفة شوية عشان نقرأ أرقام الأهلي التهديفية صاحب طبعا أقوى قط هجوم في المسابقة 50 هدف أحرزهم من نادي الأهلي الموسم ده لكن لما تيجي تقرأ ترتيب الهدفين تجد أن القوات ضربة عندك تقريبا موجودة يعني رغم الإصابات والغيابات وحالة الإجهاد أنت بتتكلم على أن القوات ضربة عندك بتتمثل في أفشا وعلي معلول لتنين موجودين في مباراة النهاردة والتنين دول يعتبر تقريبا حجم مشاركتهم أو مساهمتهم في الموسم ده هجوميا في التسجيل أهداف نادي أهلي بتتكلم في تلت أهداف الأهلي 32% بالتحديد من عدد أهداف الأهلي سجلها لتنين دول محمد مجدي أفشا وعلي معلول وبالتالي تراهن على قدرات الأهلي الهجومية إن شاء الله حتى رغم الغيابات وحالة الإجهاد والأسماء اللي مش هتشارك النهاردة أنت عندك طبعا خط الهجوم بالكامل بيعاني من إصابات يعني برسيتاو مش موجود طاهر مش موجود حسين الشحات مش موجود ميكسوني كان مش موجود ودخل فورما وأنا ليقف مع ميكسوني شوية لأنه لما تيجي تقارن طبعا شريف سبع أهداف في المركز الثالث وشريف مش هو ده شريف يعني مش دي أرقام شريف شريف دايما الحقيقة واحد أقدم مواسم رائعة وكان هدف بطولة أبطال أفريقيا وكان هدف بطولة الدوري وبالتالي سبعة بالنسبة للاعب بقدرات محمد شريف لا مش مكانه أو مش إمكانياته وشريف طبعا غاب للإصابة بيرسيتاو كانت البداية والانطلاقة يعني خلينا نرجع بالذاكرة لا ببداية بيرسيتاو الحقيقة كانت مباشرة جدا يعني بتقدرش تقارن مستوى بيرسيتاو في بداياته بمستوى بيرسيتاو النهاردة فيه ايه؟ فيه حاجة غلط يعني برضو اللعب بتقدرش نقول عليه لعيب إمكانياته وقليلة أو لا الحقيقة بداياته كانت مباشرة جدا وكان ماشي وبينافس كمان حتى على لقب هداف الدول ميكسوني بقى هو اللي عايز أقف معاه شوي يعني لويس ميكسوني الحقيقة وأنا كنت كلمت عليه في حلقة إمبرح مع حضراتكم لويس ميكسوني رغم قلة مشاركته لكنه مسجل ثلاث أهداف يعني لما نيجي نقارن ميكسوني يعني مش عايز أعمل مقارنة بس في النهاية لما يجي أقارن ميكسوني وأقول الأهداف قياساً بعدد المطشاط اللي شارك فيها لا أنا شايف أنه عنده قدرات هدفية جيدة جد هو تقريباً ما ظهرش طول الموسم لكن في كل مناسبة ظهر سجل أو كان سبب في تسجيل هدف ومنهم بالمناسبة هدف المحلة في المحلة اللي فاز بيها الأهلي بالمباركة من المطشاط الصعبة طول عمر طبعاً الأهلي والمحلة في المحلة مطشاط صعبة لكنه كان سبب في الهدف اللي سجله علي معلول واللي فاز بيه الأهلي بنقاط المباراة التلاتة تراهن على ميكسوني أراهن على ميكسوني في ظل الغيابات دي شايف أنه عنده فرصة كواسة جداً يعيد حساباته يعيد ترتيب أوراق ويقدم نفسه بشكل جديد وخصوصاً في ظل النقص الواضح جداً في خط هجوم النادي الأهلي في العشر مطشاط اللي جاية الشاحات خلاص برى الحسابات شريف خلاص كمان برى الحسابات فبالتالي أنت عندك اتنين مهمين جداً أوراقك مهمة جداً في خط الهجوم اللي للموسم بالنسبة لها انتهى فرصة لميكسوني وغير ميكسوني على فكرة فرصة متاحة للجميع فرصة متاحة لزياد طارق متاحة لكوكا لما يرجع بالسلامة متاحة لمحمد أشرف يعني حتى اللعيبة الصغيرة شايف أنه عندهم فرصة عليهم أنهم يحسنوا استغلالها جداً ويتمسكوا بها في فترة التقييم والفترة الصعبة اللي بتظهر فيها معدن اللعيبة وإمكانياتها وهل ممكن تكون اللعيبة بتصنع فارق ولا يعني اللعيبة كمالة عدد هل ممكن تكون لعيبة أساسية في الفترة اللي جاية أو حتى بديل تراهن بي وكورقة ربحة ولا لأ كل ده بشوف فرص قدامي اللي موجود للنادي الأهلي وخصوصاً اللعيبة الصغيرة أو اللعيبة اللي مغانش عندها فرصة ومساحة مشاركة كبيرة جداً في العشر مطشاط اللي جاية عشان تقدر تقول إنها موجودة وتقدر تكون مؤثرة وتقدر تعبر عن إمكانياتها بشكل كبير ده فيما يتعلق بالأهداف لكن فيما يتعلق كمان بالقدرات الدفاعية النادي الأهلي وإن كانت مش أرقام الأهلي يعني قبل ما تشوفوا الإنفو جراف أو الأرقام بتاعة الأهلي اللي موسم ده دفاعياً الأهلي السنة دي الحقيقة 11 كلين شيت تلقت شباكو عشرين هدف ولكن في النهاية هو مش أقوى خط دفاع يزوقه في القوى الدفاعية فرقتين بيرامدز لتسجل أو استقبلت شباكو 17 هدف فقط وفي نفس الرقم ده في المركز الأول دفاعياً كان فريق فاركو اللي عامل موسم دفاعي قوي واستقبلت كمان شباكو 17 هدف تعالوا نشوف قدرات الأهلي الدفاعية بالأرقام في الإنفو جراف اللي جاي ونرجع لحضراتكم من أخبار حلقة النهاردة خبر عن محمد صلاح بس مش محمد صلاح بتاعنا مش نبينها طبعاً مش الجيب شين كينج زي ما بيسموه في ليفر بول لكن محمد صلاح البلجيك لعب جديد يمكن ظهر فيه وتنقل من فريق الشباب أو تصعد من فريق الشباب لفريق رويل يونيون البلجيكي وبمناسبة يمكن ناس كتير جداً يعني دوري بلجيكي مش بالدوريات القوية أو المصريين حرصين على متابعتها لكن اللي بنعرفه منها يعني أندرلاخت كلاب بوج دول الفرق اللي يمكن يكون لها شعبية واللي يمكن يكون لبعض النجوم من الكرة المصريية قبل كده تجارب معاهم لكن رويل يونيون حقيقة السنة دي عامل موسم كواس جداً وفنش المسابقة الدوري البلجيكي في المركز التاني وهيلعب فيه تصفيات شامبيونز ديج عنده يوم الاثنين أغسطس أعتقد مواجهة تكون مع فريق كبير طبعاً رينجرز الإسكوتلاندي لكن خلينا نرجع لمحمد صلاح أي قصة محمد صلاح البلجيكي ده طبعاً لعب رويل يونيون اللي تصعد من فريق الشباب زي ما قلت لكم عنده 18 سنة ولفت الأنظار ليه بشكل كبير جداً السنة دي في الدولي البلجيكي وطبعاً الاسم عامل يعني بروباجاندا جمدة جداً والناس كلها حط عينها عليه وخصوصاً طبعاً أنه كارل جراتس المدير الفني اللي رويل يونيون أشاد به بشكل كبير ومستوى وقال أنه إلى حد كبير يعتبر محمد صلاح الصغير أو محمد صلاح اللي جاي وبيراهن بشكل كبير على أنه يكون عنده مشوار ناجح زي طبعاً مو صلاح خبر الحقيقة شفت أنه واحد من الأخبار اللي لفتت نظري جداً وانتباهي من جماهير أتلاتكو مادريد وأنا قلت لحضراتكم أنه اسم رونالدو كريستانو رونالدو ارتبط في الفترات الأخيرة بعدد كبير من الأندية خليني أقول لحضراتكم أنه مؤخراً الاسم الأكتر تردداً على أو في التقارير الصحفية ربط بين كريستانو رونالدو وبين أتلاتكو مادريد وأنا قلت لحضراتكم ده من زماني قلت لكم أنه وارد جداً أو فيه سيناريو محتمل أنه أتلاتكو مادريد ينتدب كريستانو رونالدو عشان رونالدو مش عايز يلعب أو مش عايز يكمل في اليونيتد عشان عايز يلعب في تشامبيونز ليج وأتلاتكو مادريد هيشارك في تشامبيونز ليج لكن الحقيقة روابط الجماهير نادي أتلاتكو مادريد طلعت بيان رسمي بيان تقدر تقول عليه بيان شديد اللهجة يعني بيخص الأنباء على فكرة اقتراب إدارة أتلاتكو مادريد أنها تتعاقد مع كريستانو رونالدو الحقيقة يمكن البيان ده كان فيه صيغة اعتراض قوية جداً جداً وخدوا بالكوا هنا فيه معنى مهم أو أنا حبيت الحقيقة لخبر طبعاً لأنه كريستانو رونالدو واحد هيكون من الصفقات المدوية يمكن تكون واحدة من أهم الصفقات المركاتو الصيفي لكن كمان وجهة نظر جماهير بحجم أتلاتكو مادريد واحد من الأندية الشعبية متنافس دايماً على الليجة وفي بعض الأوقات أو بعض المواسم يعني ممكن تكون قريبة كمان من المنافسة على القابل الأوروبية لكن الجماهير بعتت رسالة واضحة وصريحة قالت فيها أنه رسالة طبعاً لإدارة النادي تقول أنه كريستانو بالنسبة لنا صفقة مرفوضة رفضاً تاماً حتى وإن كان ده هيحرمنا من تحقيق البطولات أو حتى لو كانت مشاركة رونالدو مع فرقتنا هتسمح لنا بأننا نحقق الألقاب إحنا مش عايزين وإحنا معترضين بشكل كبير جداً على فكرة أنه رونالدو يكون لاعب في صفوف أتلاتكو مادريد ببساطة شديدة جداً وجهة نظرهم في ده أنه اسلوب وصخافة ومبادئ كريستانو رونالدو أخذوا بالكو حمد كلمة واحد من أهم اللاعبين اللي كانوا موجودين في أسبانيا ومازالوا الحقيقة حتى وإن كان وصل لها أو بالك من العمر 37 سنة لكنه يظل واحد من أهم لعابة العالم حتى اللحظة اللي حمد كلمة فيها قالوا أنه أنه الثقافة ومبادئ وقيم كريستانو رونالدو لا تتناسب مع قيم نادينا اللي بيكلم دايماً أو اللي بيستهدف دايماً أنه يعبر عن بزل الجهد والتضحية في سبيل تيشرت النادي أنه دايماً بيقدم أنه أي لاعب بيمثل فريق أتلاتكو مادريد لابد أنه يكون عنده قدر كبير جداً من التواضع وأن كل الصفات دي والخصال دي لا تمت لكريستانو رونالدو بأي صلة وبالتالي إحنا بنعترض وبنرفض بأي شكل من الأشكال فكرة التعاقد مع كريستانو رونالدو مين كان يتخيل أنه يطرح اسم حد زي CR7 مع بيم يونخ فيقابل برفض ويتم الإعلان عن رفض ده في كل وسائل إعلام PSG رفض أتلاتكو مادريد رفض إيه ممكن يكون مصير كريستانو رونالدو في الموسم القادم على الرغم طبعاً من أنه ما زال حتى اللحظة واحد من أفضل أجناحة أو مهاجمي العالم على العكس من السيناريو اللي بيحصل مع كتير من الأسماء زي مثلاً ليوماسي خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة بعد الفاصل مباشرة نروح مع حضراتكم للميركاتو والحقيقة واحدة من يعني أنا بشوفها يمكن تكون أقوى صفقة في الميركاتو الإيطالي في الصيف ده صفقة طبعاً انتقال هو مش انتقال هو انتقال حر لأن الحقيقة عقده مع اليوفي انتهى وبالتالي بعد انتهاء عقده يمكن بأسبوعين ثلاثة وتردد كتير من الأنباء عن عدد من المفاوضات الأندالي إيطالية على وجه التحديد يعني كان فيه اهتمام جداً جداً بضم باولو ديبالا طبعاً جوهارة الأرجنتين للإنتر لكن الحقيقة طلعنا على مفاجأة تقديمه زي ما حررتكم شايفين فيه يمكن حفل تقديمه ستوري في روما وتم الإعلان عن انتقال ديبالا جوهارة الأرجنتين الحقيقة لأي أس روما طبعاً المنتشر بتحقيق لقب الكونفرنس ليج طبعاً استقبال أسطولي زي ما حضراتكم شايفين ديبالا بعتقد أنه واحد من أهم اللاعبين في إيطاليا في الوقت الحالي ووجوده في روما بيعزز بشكل كبير جداً من قدرات روما تتكلم على مكينة أهداف الحقيقة واحد من أهم اللاعب المهارية الموجودة في إيطاليا بتتكلم على مية وخمسة هدف سجلهم ديبالا مع اليوفي على مدار سبع مواسم لعب فيهم لليوفينتس لكن الحقيقة استقباله كان أكتر من رائع وهو حتى تتكلم على ده قال أنا كنت باقي يلعب في روما هنا في الأوليمبيكو كنت مش بس بنبقى عاملين حساب الفريق روما لكن كنا دايما بنبقى عاملين حساب الجماهير اللي أنا هبقى سعيد جداً أن أنا بقيت بمثلهم وهلعب قصهم في الأوليمبيكو كلم طبعاً على تجربته في اليوفي وقال أنه بيحترم الفريق وحتى يمكن في المؤتمر الصحدي في كلامه قال أنه حتى لو سجل في فريقه السابق يوفينتس مش هيحتفل بالأهداف لكن واحدة من الصفقات الجماهيرية من العارة تقدر تقول ضربة الموسم بالنسبة لإي أس روما تحت قيادات مورينيو اللي مزال عنده أمل بالمناسبة وأنا قلت لكم حتى ولو من بعيد أنه في محاولات كده مباشرة في قناعات مفتوحة بين مورينيو وبين كريسيانو رونالدو في محاولة لإقناعه بالانضمام لفريق إي أس روم ونروح من الأرجنتيني دي بالا للأرجنتيني أليساندرو مارتينيز بس المرة دي انتقال من هولندا وتحديداً من آيكس أمستردام لفريق المان يونايتد قال أو أول تصريح قاله أنا تعبت كتير قوي عشان أوصل لغاية هنا صفقة قياسية من يونايتد واحد من أغنى فرق أوروبا بيدفعه فلوس في لعيبة كتير قوي يعني يعني محدش طبعاً يسمع عن أليساندرو مارتينيز وإن كان الحقيقة يحسب لعيكس دايماً العين اللي بتقدم لكبار أوروبا أهم المواهب مصدر دائم دائم لتوريد اللاعبين ويمكن حقيقة كان فيه رغبة وانا قلت لكم على أنتوني طبعاً الجناح البرازيلي واحد من أفضل الأجنحة اللي موجودة في أوروبا كلها حتى وإن كان بيلعب في دوري مش قوي أو دوري مصنف إنه من الدوريات الخامسة الكبرى لكن الحقيقة مع آيكس قدم موسم ولا أرواع وبشوف إن قدراته تستهل يعني تخليه يلعب في أفضل فرق أوروبا وكان فيه رغبة من يونايتد الحقيقة ومن تنهاج أنه يشتري أنتوني من آيكس لكن الحقيقة قدرت آيكس رفضت وقررت تحتفظ بآنتوني لكن نجح مسؤولي منشستر يونايتد في أن هم يتعاقدوا مع عليساندرو مارتينيز المدافع الأرجنتيني الدولي بيلعب باكشميل وبعض الأوقات بيلعب في نصف ملعب في صفقة تجاوزة 68 مليون يورو نروح من المان يونايتد هالند على فكرة فكركم الناس يعني اللي مشوا طابع عشان الموسم يمكن لسه مابتداش بره قوي لكن يوم السابت فيه مباراة مباراة الدرع الخيرية هتجمع بين أول مواجهة رسمية بقى في بداية الموسم بين ليفر بول والمان سيتي بشكلهم الجديد أو مع الصفقات الجديدة خلينا أقول لأن الفرقتين الحقيقة يمكن المنافسة بقت بينهم بشكل رئيسي واضح في السنوات الأخيرة في إنجلترا على كل الألقاب شلسي موجود طبعا ده الهدف الأول اللي سجله إيرلينج هالند أسست من جاك ريليتش لإيرلينج هالند عشان يسجل أول أهدافه بعد مرور 12 دقيقة من بداية المباراة اللي جامعت بين باي ميونيخ ومونشيستر سيتي وطبعا الهدف ده فتح الباب يمكن تصريحات باب جوارديولا في الفترة الأخيرة على فكرة طبعا بداية الموسم بيبقى لها حسابات تانية مختلفة لكن طبعا أنه يكون بداية من مباراة ليفر بول يوم السبت اللي جاي هتتلاعب طبعا في كينج باور ستيديوم في إنجلترا في مباراة تتلاعب على الدرع الخيرية بين بطل كاس الاتحاد وبين بطل الدوري الإنجليزي وبالتالي بيب جوارديولا بيعبر طبعا أنه من الوارد جدا أنه إيرلينج هالند يشارك في المباراة المقبلة ويمكن واحدة من الصراعات اللي هتكون موجودة بين الفرقتين طبعا صلاح هتدف حتى تانية وفيه هدفين كتير في الدوري الإنجليزي لازم تبص لهم بعين الاعتبار لكن في أن عندك كريستانو رونالدو وعندك هاريكين طبعا صون هدف الدوري في المسلم الأخير مع صلاح ففيه هدفين معارة تقيل في الدوري الإنجليزي لكن داروين نونياز ومهاجم الليفر الجديد وإيرلينج هالند بما أن هم الصفقتين الأبرز هيكون بينهم طبعا منافسة كبيرة جدا وهيلفتوا الأنظار في الموسم اللي جاي نروح من إنجلترا لإسبانيا وتحديدا مع عثمان دامبلي طبعا نجم فرنسا ونجم برشلونة اللي بعد حالة توتر هيفضل أو هيكمل في نو كامب أو كامب نو ولا هيرحل لكن الحقيقة بيقدم أوراق اعتماده كواحد من الأوراق الأساسية اللي هيراهن عليها تشابي في الموسم القادم في مواجهته الأخيرة طبعا لمواجهة برشلونة الأخيرة مع اليوفنتس الحقيقة عثمان دامبلي تقلق بشكل كبير جدا وإدى أن هو يحقق هدفين أو يسجل هدفين وعلى أرواع فيهم قدرات كبيرة جدا لجناح يمين قادم بقوة في البرسا وهيواجه الحقيقة منافسة قوية جدا مع البرازيلي رافينيا في الموسم اللي جاي لكن الاتنين الحقيقة بشوفهم مميزين جدا وصعب أنك انت تختار واحد على حساب التاني اتنين قدراتهم المهارية والسرعة واللمسة الأخيرة عندهم على أعلى مستوى وده يمكن وضح بشكل كبير جدا في الهدفين اللي أحرازهم عثمان دامبلي في مباراة أو في مواجهة اليوفي صحيح المباراة انتهت بنتيجة اتنين اتنين لكن تصريحات دامبلي بتقول أعتقد أنه أداء الفريق كان كويس واجهنا ظروف صعبة طبعا حرارة الجو والسفر لمسافات طويلة لكنه بيرهن على الموسم يكون الأنجح على مستوى مشاركته مع باشرونة في الموسم المقبل وبشوف كمان أنه الليجة مع المركاتو القوي اللي عمل باشرونة مع وجود الريال لبندوسكي في مواجهة بنزيمة أعتقد أن على وشك أن نستعيد شكل أفضل بكتير جدا للليجة الاسبانية من الموسم السابقة دي كانت أخبار المركاتو أخبار العالمية في السادسة النهاردة نرجع مرة تانية للمقصة بأكد مرة تانية واحدة من أهم المطشاط وأعتقد أن العشر مطشاط اللي جاية نتوقع فيهم أو أنا نتوقع فيهم دايماً سيناريو صعب زي ما شفنا الجونة زي ما شفنا أغلب الفرقة اللي بتواجه النادي الأهلي كل ما بنقرب من نهاية المسابقة كل ما الحسابات بتتعقد أكتر كل ما كل فريق بيقاتل حتى النفس الأخير على كل نقطة لأنها تفرق بشكل كبير جدا في تحديد بصير وبالتالي سواء كان الفريق اللي يحمل لعبه في قمة الجدول أو في قاع الجدول ما بتفرقش معنا أعتقد أن إحنا محتاجين نتعامل ونأكد في كل مرة على أهمية الثلاثين نقطة الرصيد المتبقي للأهلي في مشوار المنافسة على صدارة الدوري الممتاز نتمنى كل التوفيق لرجالتنا في مباراة النهاردة ونشوفكم دايماً على كل خير في السادسة على شاشة الأهلي دايماً تحياتي لحضراتكم